وكأن نار التوتر مع الصين تحتاج إلى بنزين آخر يزيد من إشعالها ويعقد أزماتها هذه طائرة تحط في تيوين وفي داخلها رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي زيارة كان لها ما بعدها من توترات مقابل استفزازات التوتر كان فيما يبدو سيهدأ قليلا أو هكذا كنا نرى حتى جاءت سيدة بريطانية كانت يوما ليس بالبعيد رئيسة للوزراء وهي لستراس لتدخل التوتر في فصل جديد ولربما نرى النيران في سماء الجزيرة التي لم تستطع مياهها إخماد حريقه في الأصل والمضمون تضامن أو إظهار دعم للشعب هناك إلا أن رد فعل الصيني الذي يعتبر هذه الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيه ويجب لم شملها مع البر الرئيسي جاء مسرعا لعله يوقف ما تخطط له فاليوم عندما تطالع صحيفة الاندبندنت البريطانية ترى تحذيرا لمسؤول في الحكومة الصينية يعتبر فيه أن هذه الزيارة تخاطر بالتسبب في إصابات مميتة للعلاقات الصينية البريطانية وقد تدفع الوضع نحو الذهاب إلى نقطة اللاعودة بريطانيا إذن ستدفع ثمن زيارة أكثر رؤساء وزرائها خدمة مع أنها لا تعترف كما هي الحال مع دول أخرى بتايوان ولا تربطها علاقات دبلوماسية معها لذا قد تتسبب زيارة تراس في صداع للوزراء في بريطانيا من يلعب على كل الحبال في الواقع سيقع الدولة التي يرأس حكومتها ريشي سوناك بعد تراس الذي أعلن انتهاء العصر الذهبي للعلاقات مع الصين ظهر أمامه تحدي جديد وليس هي وحدها بل الولايات المتحدة أيضا التي كانت شاهدة الشهر الماضي على زيارة لتراس فهل تغضب الصين وتكشر عن أنيابها جواب تنين في بكين